بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي المتابعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على قناة الأستاذ بن سلام بن مبارك في هذا الفيديو الجديد يوم إن شاء الله سوف نقوم بحل امتحان شهادة التعليم الابتدائي في اللغة الفرنسية لدورة 2015 وحل الامتحانات وشهادة في الحقيقة هو بسيلة ناجعة وناجعة جدا للرقيب بمستوى أبنائنا لماذا لأن في أغلبية الأحوال الأطفال والأبناء بإمكانهم فهم الضروس فهم جيد جدا ولكن عندما يعطوه الورقة على الامتحان هو ما يعرفش جواه مع الأسئلة الأسئلة ما هوش مولف على الأسئلة هذه اللي جعلت على الامتحان والأسئلة تعل الشهادة وبالتالي راح نحلو مجموعة من الشهادات تعل السنين الماضية كامل والهدف من هذه الشهادات هو التعود على الأسئلة تعل شهادة التعليم الابتدائي وبالتالي أرجو يعني أن كامل الأباء أو كامل الأبناء يركزوا معنا جيدا في في هاته الامتحانات تجده друг لكي كامل الأبناء يتعود على الامتحانات تقدر على الامتحانات تهالك أن تشهر على الامتحانات وهو اثناء إلى الامتحانات ويخش مطرق من أختيار فقط لا تجد محاولة تجد من محاولة لتعرف مهمة هذا هو الهوطة سنتجحة بسيئة في صتحة المجردية في المقارب الإقصار السلاح سنتجحة في عبارة في أولوه ستجحة ستجحة في صتحة في صتحة ستجحة قد لا تجد وكما يتجحة ستجحة المسلمين في الفرسات التي تتغير في القناة المسلمين في الفرساتية لكي يكون هذه المسلمين جز Hodga يعني تنامي المسلمين على الأسواء نوسائي القصة يندما يتركون على القناة داعتي الأخرى أين أين أم بزيارة سيكون لديها يتحين في المزال يبينا ningúnس المسلمين وبيهو في الميدان يكن في الموطف كتابه في المفاوظة أخدر في المزال C'est ça la réponse Relève du texte le synonyme de mot Quand C'est facile C'est facile Que remplace Que remplace le pronom Le pronom complément Dans la phrase suivante Tu peux les lire C'est facile Tu peux les lire Dans la bibliothèque On prête des livres Tu peux les lire Les livres Mais le verbe au futur Simple dans l'indicatif le futur R A I R A I R A S R A R O N S R E Z Et R O N T Tu demandes E S Conseil Tu demanderas On chale le verbe Que mara Ou n'est-ce que tu as Tu demanderas Tu demanderas Tu demanderas A S Tu demanderas C'est ça le futur C'est ça Le futur Tu demanderas Transforme les mots soulignés au pluriel Transforme les mots soulignés au pluriel Tu trouveras sûrement des histoires Intéressantes Intéressantes Le 16 avril Ton école organise un concours de la meilleure lecture Dans le concours de la meilleure lecture Écris un paragraphe De trois ou quatre phrases Pour dire Comment tu te prépares Pour avoir la première place D'ailleurs Il faut que tu puisses L'indicatif Utilise le présent de l'indicatif Emploie la première personne du singulier Le jeu À la deuxième place L'indicatif Écoutez Écoutez N'écoute L'unah C'est à dire Utilise Et s'amuse Bus Located Principles Tropes Poins Paras Poines 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 Alors C'est un cas C'est un cas Tu sais C'est un cas C'est un cas Ce qu'est C'est un cas C'est un cas C'est un cas على علامة ممتازة في اللغة الفرنسية نتمنى أن الفيديو كان مفيد وكان ممتع أيضا إلى ذلكم أي اقتراحات أو أي شيء بإمكانكم تشتركوه في تعليق أو في يعني عبر الرسائل عبر الفيسبوك وغير ذلك إلى هنا نصل إلى نهاية هذا الفيديو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته